اشتركوا في القناة اعتباره لا يميز ضد المرأة او متحيز للنساء في حين انه استخدم تحديدا نفس المنطق الذي يستخدمه كل المتحيزين ضد النساء انا بتكلم عن المنطق نفسه زوية الرؤية لما تتكلم عن ان النساء موجودين في كل المؤسسات الصحفية انا مقتفقة ان جزء من المسألة مشاكل المهنة بشكل عام لكن هل لا يعني ذلك ان النساء على وجه التحديد لديه مشاكل في هذه المهنة هل وجود امرأة مثلا في منصب تحريري في احدى الصحف اللي هي بتتوجق بتكلم عن الطبيخ واللايفستايل زي ما انت قلت وعتبرت ان الستات كلهم الذين يديرون هذه المنصات فهذا يعني المحجب يميز ضدهم وهم اللي بيعملوا كده في حين انهم لم يخترعوا هذه المنصات اغلب هذه المنصات موجودة في الصحافة القومية اللي هي موجودة الترقي بيكون بشكل المنصب يختار صاحبه مش صاحبه لا ده موضوع تاني متعلق بالمهنة ده موضوع تاني متعلق بالمهنة بس انا بتكلم بشكل عام بتكلم بشكل عام المرأة لما حبت تختارع منصة صحفية وجدت روزال يوسف الحقيقة وما كانتش مجلت طبخ وعلى فكرة ما فيش مشكلة ان رجل او امرأة يشوف ان السوق يحتاج هذا النوع من الصحافة المتعلقة على كل الاحوال انا اولا سعيدة كمان بوجود عدد من السيدات المتميزات اللي انا شخصيا بستفيد من تجاربهم استاذ نجلاء العمري استاذ كريمة كمال والحقيقة يمكن استاذ نجلاء العمري بعتبر انها على رأس احدى المؤسسات فهذه المؤسسة هي مؤسسة تتوجه للعالم العربي ولكنها لا تنتمي لهذا العالم العربي والحقيقة انا كنت اتمنى ان انا اشوف هل لو كانت الاستاذ النجلاء العمري بكل هذه الكفاءة والتاريخ المهني تعمل في احدى المؤسسات العربية مش بس المصرية كانت ستصل لهذه المكانة ولا لا بكل ما تحمله من تاريخ مهني هل بيقتصر الامر على الصحافة المصرية بالتأكيد لا بالنسبة لي مثلا انا عملت في احدى المؤسسات الدولية العربية العريقة من بين عدد حوالي مثلا 40 مكتب في بلاد مختلفة كام امرأة كانت ترأس هذه المكاتب سيدة واحدة هذه السيدة الواحدة حتتصل الى هذا المكتب لديها خمس لغات تاريخ مهني طويل جدا تواصل شخصي مع رئيس الدولة الذي يعني تمثل المحطة فيه وهي تقريبا الربع يعني معظم مدير المكاتب الاخرين لديهم ربع او خمس ما تحمله من كفاءات وبالتالي المرأة دائما حتتصل الى منصب قيادة بيكون عليها ان تكون اكثر كفاءة من كل الرجال المحيطين بها لانها لو كانت في مثل كفاءتهم فهذا يعني ان فرصة وصلها الى الى الرئاسة او الى القيادة تكاد تكون صفر الحقيقة ان المسألة متعلقة فعلا بالصحافة زي من الأستاذ ياسر عبدالعزيز قال وزي ما الأستاذ هشام آسم قال المسألة متعلقة بالصحافة الجيدة والصحافة السيئة اللي موجودة في هذا الوقت يعني احنا بنحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة في العالم الحقيقة ان الصحافة في مصر والإعلام في مصر يمر بأسوأ او قاته لأسباب كتيرة بدءا من عدد الصحفيين الزملاء الموجودين وراء القطبان لأسباب تتعلق بأداءهم لمهنتهم بدءا من نوعية الصحافة الموجودة في الوقت الحالي بدءا من المسبحة التي يشهدها الاعلام الخاص الان واللي على اثره تم التخلص من عدد من الزملاء اصحاب الكفاءة السيدات والرجال بالمناسبة وهذا بيرجعنا لنقطة مهمة هي فكرة غياب الكيانات النقابية التي تستطيع الدفاع عن العاملين في المهنة وبالتالي الدفاع عن المهنة في حد ذاتها وتوقيف كل شخص عند حدوده في مواجهة كرتلات واحتكارات موجودة من رأس المال الذي اصبح يسيطر بشكل كبير جدا على سوق الاعلام فمصر ممثلا سواء في المحطات الخاصة او الوكالات الاعلانية واحيانا بيكون في احتكار وتضارب مصالح واضح بان نفس الشخص يمتلك شركة الاعلان ويمتلك المحطة الخاصة وبالتالي يستطيع ان يقرر ان الاستاذ يشام قاسم مثلا مش هيظهر على اي شاشة ويستطيع ان ينفذ ذلك في ظل غياب اي كيانات ممكن ان احنا نتكلم عنها اعتقد ان دا احنا نتكلم عن حرية الصحافة كيف يمكن ان نتحدث عن حرية في سياق يفتقد لأدنى معايير الحرية النقطة المهمة اللي اتكلمت عنها الدكتورة ناجوة كامل وهي فكرة غياب المعيار في الترقي ودي نقطة مهمة جدا لان في ظل غياب المعيار الحقيقة من يصل هو من لدي القدرة على تكوين شبكات اجتماعية بشكل كبير على ما لديه ان هو يعني لديه وسائل او اخرى خارج سياق المهنة وبالتالي تصبح فرص النساء صاحبات الكفاءة والاخلاق المستقيمة برضو فرصة قليلة جدا لان هذه الممارسات بتفتح المجال للاسوأ للترقي وبالتالي يجي حد يقول والله ما احنا جدنا الستات اهم وما عملوش كده لان الطريقة التي وصلت بها بالاصل لم تكن طريقة لها علاقة بما تقدمه للمهنة لكن ربما لها علاقات بالشكل الاجتماعي او القدرة على الكواليس هل احنا محتاجين ان احنا نضع معايير بحيث ان الجميع يكون ملتزم بها وليس تلفزيون الدولة بس الذي يعاني هو الاخر من مشاكل نتمنى ان هو يتخلص منها انا شخصيا لدي قناعة ان تلفزيون الدولة تلفزيون الخدمة العامة اذا تخلص بمشاكله فده هيكون طوق النجاة للاعلام المصري بشكل عام لان هو اللي هيوجد للمعيار والمفترض انه هو الاقل سعيا للربح والاقل الاكثر تحررا من معايير سيطرة الاعلانات عليه الحقيقة ان الاستاذ الشام قاسم لما تكلم عن زميلة العزيزة الاستاذ فتحية الدخاخني الحقيقة انها تمثل حالة تمثلها كل النساء المرأة تقوم بوظفتين للمجتمع المرأة عندما تنجب الحقيقة فهي المفترض ان هذا الانجاب هي بتشتغل فيه عند المجتمع هي مش بتنجب بس عشان ترضي غريزة الامومة لكن لان ربنا حباها بهذه الصفة وحملها هذه الامانة للمجتمع فبالتالي المجتمع لا مش مفترض ان هو يعقبها على انها بتقوم بهذه الوظيفة البيولوجية والعاطفية والاجتماعية مفترض ان يساعدها في ذلك دون ان يعتبر ان هذا انتقاصا من وظيفتها الاخرى فتجد وظائف كثيرة بالذات في المناصب العليا ست بقى وهتعد تولد وتاخد اجازة وضع وعدين هتردع وبعدين كل المسائل المتعلقة بدور اخر بتقوم به النساء يمكن الدول فهمت هذه المسألة انها وظيفة للمجتمع وخلت ان فيه تقاسم للأعباء ووظيفة واجازة ممكن ياخدها الاب احيانا زي الام وممكن تكون دي احدى الوسائل لتحرير النساء بشكل ما من هذا العب والاهم منه ان المؤسسات تعرف انها لما بتخصص حضانة لابناء العاملات هي الحقيقة لا تحسن عليهم ولا بتعملهم نوع من انواع التمييز الخاص بهم هي بتعمل ده لانها بتأدي دور اجتماعي مفترض ان هو من اجل المجتمع ومن اجل الاجيال القادمة في اي مهنة الحقيقة التجربة المريض ديها في التلفزيونات الخاصة في مصر اول ملاحظة توقفت فيها وانحنا بنتكلم عن حرية الصحافة هي ان هذه المهنة اعتقد ان ده وضع متكرر في القنوات الفضائية وفي الصحف بزيات الصحف الخاصة ان من يقوم بالعبء الاكبر في الميدان في التغطيات الميدانية هم صغر الصحفيين اللي في الغالب بيكونوا متدربين واللي في الاغلب ما بيكونوش على زمة هذه المؤسسة ما فيش اي ورقة تثبت اي علاقة مهنية ما بينه وما بين المؤسسة التي يعمل بها وبالتالي اذا مات كتر خيركم هيروحوا يتلقوا العازة فيه ممكن يتجروا بيه كمان ويعملوا عنوان ليهم وبعد ذلك تنتهي المسألة تماما ليجد صحفيين في مصر في الشباب يتلقوا تدريبات لها علاقة بالسلامة المهنية اللي اشارت اليها دكتورة في اي مؤسسة في حدود علمي وبناء عليها شخصيا لما كنت ليه قصلت تحريرية ما في البرنامج اللي انا بقدمه على هذا الامر اتخذت قرار تحريري بعدم نزول اي من الزملاء المراسلين في مناطق ساخنة لان زي ما تعلمنا ان حياة الصحفي اهم من الخبر طالما لم تتوافر شروط السلامة المهنية وطالما ان المؤسسات الصحفية التي تقطعت على عرق هؤلاء الصحفيين الصغار مش شايفة ان من اولوياتها انها لا تدربهم ولا تمدهم باسليب السلامة المهنية ولا حتى تمدهم باي ضمان او تغطية ما لها علاقة بالوضع الاجتماعي او العلاج اذا حدث وان الصحفي اصيب بشكل ما فيصبح ان الوضع ان لو كاميرا تكسرت فهي هتوجع المحطة اكتر من ان المراسل يموت مع الاسف او يفقد حياته ده سياق غير مهني ولا يمكن الكلام عن حرية الصحافة واحنا بنتكلم في ان الحرية الابرز ان الصحفي يحفظ على حياته يفضل عايش عشان يعمل القصة التانية بعد كده ارجو اني ماكنش طولت وشكرا جزيلا اشتركوا في القناة